اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من التعاون بين البلدين لتقديم مبادرات مشتركة للارتقاء برياضات الآباء والأجداد مشيرا إلى أن سموه ثمن عاليا الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي ساهم بمبادراته وخبراته في تطوير فروسية الإمارات واجعلها رقما صعبا في مختلف البطولات الفنية واحتضان المسابقات العالمية الكبرى وبين الشيخ دعي بن سلمان آل خليفة أن رياضة الفروسية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تسير بخطة واثقة نحو تحقيق المزيد من التطور والنماء في مختلف منظومتها الإدارية والفنية الأمر الذي يؤكده ما تحقق للبلدين من إنجازات كبيرة ومراكز متقدمة في مختلف البطولات الإقليمية والعالمية وصعود أبطال البلدين وفرسانهم على منصات التتويج مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف المزيد من أساليب التعاون والترابط بين البلدين الشقيقين في مجالات الخيل ورعايتها لتعزيز التلاقي المشترك في رعاية الخيل وسبقاتها باعتبارها تمثل جزءا أصيلا من تاريخ البلدين الشقيقين وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تبادل الخبرات الإدارية والفنية بين البلدين وتنظيم سباقات مشتركة ومشاركة فرسان البلدين في السباقات التي تقام في كل البلدين فضلا عن المشاركة في الدورات التدريبية التي تقام في كل البلدين من جانبه أعرب السيد سعيد الطاير عن تقديره للدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مجال رعاية سباقات الخيل والاهتمام بالخيل في مملكة البحرين الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بالسير على نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء برياضة الخيل في البحرين والمحافظة عليها باعتبارها جزءا أصيلا من تاريخ البحرين العريق بشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حريصة على تطوير منظومة التعاون والتلاقي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مجال رياضات الخيل ورعايتها كما تم الاتفاق على توقيع اتفاقية للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في إطار مواصلة النهوض برياضة الفروسية والخيل في البلدين هذا وتم مناقشة تعزيز الاتفاقية بين البحرين والإمارات والمتعلقة بشحن الخيول بين البلدين